مرحبا اليوم بدعمل انا اجيكم طريقة تحضير خبز بالزيتون عنا كوب طحين 3 اربع الكوب ماء يمكن ما استعمل الماء كل لون حسب الطحينات عنا كمانة زيتون ملعة صغيرة سكر ملعة صغيرة خميرة و ملعة صغيرة ملح لنبدأ الطريقة مع بعض بسم الله اول شي بحط ماء مع الخميرة والسكر ليتفاعلوا مع بعض لعنا ماء فاترة اكيد بحرقون شوي مع بعض بحطن عجنب هلق بالجات بحط طحين بسم الله بحط طحين بسم الله كمان الملح الزيتون تحركنا شوي مع بعض بس تفعلت الخميري مع السكر حوالي خمس دقايق هلا منحطهم وطحين كمان بحط الماي ما حطينا الماي كلهم بنعجون بسم الله ما حطينا حطينا ما حطينا المطلوب نصف ما حطينا وعجلناها بأقل من دقيقتين الآن أغطيها تضل من الماء معنا هو للربع تقريبا الآن أغطيت العجينة وبتركها تخمر حوالي ثلاثة ارباع الساعة بعد ما خمرت العجينة هلأ عنا بيضة خفقتها بهيدا الشكل وعنا حبت البركي لنكافي الطريقة مع بعض كمان حطت ورقة زبدي بقلب الصنية بسم الله بحط العجينة كمان طريقتها كثير سهلة ورائعة بحط عيدي زيت نباتي بحطة العجينة بحطة العجينة بهيدا الشكل قمت بحطة العجينة بحطة العجينة بحطة عيدي كتير طريف. في هيدا الشكل. هلا. بدي هنعلو سبت. هم حمل فرن اكيدي ع درجة حرارة ميتان وخمسين من الاعلى والاسفل. دهن الوجب هيدا الشكل. هلأ مرش عليها حبت البركي. او الحب السوداء. اكيد حسب الرغبي ممكن انحط سمسم. هلأ منحطه بالفرن. هيدا الخباز ماخد بالفرن حوالي عشرين دقيقة. بنشيلها عن غرقة الزبدة. واو سخنة. مانا نشوف كمان كيف طلعت مع بعض. هيدا الشكل النهائي. شفتو كيف. شكل كتير روعة. هادا الخبز بالزيكون اللي عملتو انا وياك. نتمنى يا لبيه. احضر الفيديو ويبعد تعليق اذا عجبتو الطريقة املاقو ان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.